اهلا بكم الى موجز اخبار الان اغارت طائرات روسية على اطراف مدينة جسر الشغور مستهدفة بلدتي القرقور والسرمانية في ريف ادلب شمال سوريا وقال مراسل اخبار الان ان الانباء الاولية لم تشر الى حجم الخسائر الناجمة عن تلك الضربات قتل ستة اشخاص على الاقل واصيب سبعة اخرون بجروح في هجوم انتحاري بحزام الناسف استهدف مدنيين وسط مدينة بعقوبة شمال شرق بغداد حسب ما افادت مصادر امنية وطبية ووقع الهجوم في شارع رئيسي بالقرب من مبنى محافظة الديالة ولم تعلن اي جهة مسئوليتها عن الهجوم وصلت مصر توجيه ضربات عسكرية جديدة في ليبيا ضد معسكرات متشددين وذلك على خلفية الهجوم الارهابي في محافظة المينيا المصرية ما اسفر عن مقتل تسعة وعشرين شخصا على الاقل وتبنه تظيم داعش وقال مصدران عسكريان ان مصر شنت ثلاث غارات جوية اضافية السبت في منطقة درنا شرق ليبيا قال مسئول بمحكمة صومالية انها قضت باعدام خمسة رجال بعد اعتقالهم وهم يستقلون مركبة محملة بالمتفجرات في بلد يشهد تزايدا في هجمات المتشددين مضيفا ان الخمسة ينتمون لجماعة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة واضاف المسئول ان المركبة كانت متجهة الى بوصاص عاصمة اقليم بلاد بانط الشمالي قالت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية ان الزعيم كيم جونج اون اشرف على اختبار نظام اسلحة جديد مضاد للطائرات وامر بانتجه بشكل ضخم وذلك بعد اسابيع من التجارب الصاروخية الباليستية التي اجرتها بيونج يانج ولم توضح وكالة الانباء المركزية الكورية طبيعة السلاح على وجه الدقة او موعد التجربة نظم الاف من الاسبان مظاهرات ضد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الاسبانية ذات الاتجاه المحافظ وطالب المشاركون خلال مظاهرات سميت بمسيرات الكرامة بتحسين الرواتب وظروف العبل وبوضع حد لسياسة اخلاء المساكن قصرا حين لا يتمكن ملاكها من تسديد القرود اعلنت السلطات السريلانكية مصرع 122 شخصا على الاقل في فيضانات نتجت عن انطار موسمية غزيرة ادت الى سيول وحوادث زلاق في التربة واقام الجيش بعمليات بحث في المناطق التي شهدت انهارات ارضية وارسل خمس طائرات لنقل مواد الاغاثة العاجلة الى القرويين العالقين في مناطقهم نهاية الموجز الى اللقاء